تيار الكهربائي تبدأ في أول خطوة هو سيد من الشحنات المتحركة بنفس الاتجاه أنا عندي سلك عندما تكون تيار لازم تكون عندك شحنات مرت بنفس الاتجاه بشان تولي التيار كهربائي نوضح أكثر قبل ما أحكي عن تيار وأدخل في قوانينه بدي أحكي عن اشي اسمه أو اشي عن أنواع المواد عندك مواد موصلة مواد عازلة مواد الموصل يمكن للتيار أن ينتقل من خلالها زي عندك الفلزات اللي هي الفلزات زي النحاس الدهب هاي بتحرك فيها الإلكترونات السالب وأنا بتعرف في فصل أول شو كنت أحكي لكم إنه اللي بيتحرك اللي هي السالبة طبعا الموجة بتكون داخل النوافة ما بتتحرك وعندك المحلية الكهرالية أيونات موجبة بالسالب زي الان اي سي الان اي موجب و سي ال سالب فبتكون تيار طيب هلأ هاي هي المواد الموصل المواد العازلة لا يمكن للتيار الانتقال من خلالها زي الخشب البلاستيك إلى آخرهي طيب شوف لي عندها دول الرسمة هاي أنا عندي بدي أغطي عن السالب والموجب هاد عندي موصل فلزي ما بعرف شه نوعه عنده اللكترنات في عندك اللكترون الاول اللكترون الاول طبعا بتي اغطي عن هذا البشي هون عندك الالكترون الاول رايح بهذا الاتجاه الالكترون هاد رايح هيك الالكترون التالية رايح بهذا الاتجاه الالكترونة بس مش بنفس الاتجاه ومش منتظمة الحركة هلا انا عررتها لفرق جهد يعني صار في عندي مجال كهربائي هلا فرق الجهد еня أنا جاب البطارية مثلا طرف سالب رج �حب موجب بمس يعني انا زبطتها هلا بتصير كل الالكترونات السالبة وين بدت تتجاذب وين تتروح لأي طرف للموجب هذا الاتجاه كمان بدي بطل هيك بديو سير لعد ايش طرف الموجب هذا الالكترون مش كان يتجاه هيك لا بديو سير بهذا الاتجاه إذا أنا عندي إلكترونات كليتها بنفس الاتجاه إذا نتكون عندي شو في تيار طيب نحكي هون تعريف التيار مقدار الشحن الكهربائي اللي تعبر مقطع موصف الثانية الواحدة إذا أنا بستنتج منه إيش قانون هاد التيار بيساوي الشحن على الزمان الشحن كولوم لثانية هلأ كولوم لثانية بيسميها أمبير وإذا رمزها إيه تمام لهون هنا في عندي اتجاهات التيار أخذتوه بتامن هذا الموضوع اتجاهات التيار بس بدنا نرجع لنعيده كاميرا بنحكي شو يعني اتجاه التيار عندك اتجاه تيار فعلي واتجاه تيار اصطلاحي خليك شوي معاي بالفعلي الفعلي اللي هو جد عم بصير اللي هو حركة مين الالكترونات نفسها هو حركة الشحنات مش أنا عندي السلك أنا عندي السلك مثلا بتكون من درات هاي درات فيها بروتونات الدرات الأولى فيها مثلا بروتونات نيترونات فيها إلكترونات هلأ أنا بشتغل على بروتون والإلكترون هلأ بحكيلي لما تتحرك الالكترو مين بتحرك فعليا لما يتكون تيار هي حركة الإلكترونات السالبة إذن هي حركة الشحنات السالبة من القطب السالب لأي قطب الموجب خارج المصدر طيب كيف يعني خارج المصدر يعني خارج البطارية يعني هاي الرسمة هاي لو أنا قلتلك هاي عندي أنا هون مصباح قهربائي هاي دارة بسيطة طبعا مصباح قهربائي وعندك طرف سالب وعندك طرف موجب هلأ مين اللي بيتحرك قلنا التيار الفعلي هلنشتغل عليه تحرك من الطرف السالب وين بيروح لأي طرف للطرف الموجب هذا اسمه تيار فعلي لأنه مين اللي عم بيتحرك السالب خارج المصدر يعني خارج البطارية مش هون جواتها خارج المصدر تمام ننتقل اتجاه الاصطلاحي اتجاه الاصطلاحي حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب خارج المصدر هلأ عكس هاي الحركة اللي هي ايش هلأ صفها هون اتجاه الاصطلاحي احنا اصطلحنا يعني اصطلاح من عنا إنه أنا حركة الشحنات الموجبة من الطرف الموجب للطرف السالب هذا اسمه تيار اصطلاحي بنت واحد بيحكي لك انه ما انت بتحكي لنا الشحنات الموجب ما بتتحرك طب كيف هلا هي مش بتتحرك طيب بنتطلع كيف شو قذب هدا الاشي هلا انا فرضا انه انا عندي السلك بتكون من ذرة ذرة اولى ذرة تانية ذرة تالة رابعة خمس بدي اعطي بس هذا المثال هلا انت حكيت لما اللي بتحرك الشحنات السالب افرض هدا السالب طلع من هون وراح هيك صف عندك ايش موجب السالب التاني برضه اتحرك هذا السالب راح هيك صف عندك برضه بس موجب صارت السالب عم بتروح هيك تمام فيهم كلهم يعني عم بتمرت الالكترونات السالبة عم بتمر وصارت ايش شو صارت الدالة نفسها تفقد الالكترون شو بضف بدالها موجب صف موجب هلا زي كأنه الالكترونات وين كان اتجاه حركتها بهذا الاتجاه الشحنات الموجبة هي ما تحركت شايفين هي ضلت ثابتة بس زي كأنها وين عم بتروح بالاتجاه الثاني كان مرة اوضح هلا انت مين اللي تحرك حكينا الالكترونات الالكترونات راحت بهذا الطرف تمام صارت كل الالكترون كل درة تفقد الالكترون وتحركوا بهذا الاتجاه للسين السالب هلا هاي عم تتحرك هيك الالكترونات هلا الموجبة انت عم تفقد الدرة سالب صفت موجب تفقد الدرة سالب صفت موجب شايفين مكانها زي كأنها الموجبة تحركت لهناك بس هي ما تتحركت في شغلة نسبية إنو الإلكترونات تتحركت بس الموجب شو ضلت مالها ثابتة بس إنو ذيك إنها اتحركت بهذا الاتجاه ولا هو يعني اتجاه واحدة التيار بس إنو إذا إنت بتستخدم حركة الإلكترونات بتحكي عنه التيار فعلي إنو هي اللي بتتحرك وإذا استخدمت الإصطلاحي إنو بتحكي عن الشحنات الموجب زيك إنها تحركت لهناك بس هي ما تحركت تمام لهون بدي أحكي شغل صغيري هون هذ أنا عندي طرف الموجب عندك هون الطرف السالب عندك هون هلا بدي أحكي عنه هذا الجهاز عندك هون مصباح وسكر الدارة الكهربائية طيب هلأ أنا هون بدي أحط إيه هلأ هذا إيه هو جهاز الأميتر بقيس مقدار التيار الكهربائي في الدارة إذن مين بقيس التيار الكهربائي؟ جهاز الأميتر يقيس مقدار التيار الكهربائي تمام لهون هلأ في شغل بدي أحكيها هلأ كيف بتوصل كيف أنا بحطه هلأ أنت ما بتحطه على توالي يعني جنب بعض يعني كيف توالي؟ يعني هاي البطارية مثلا تحطه جنب البطارية جنب المصباح يعني مش ضرور جنب البطارية ممكن يكون جنب المصباح جنب جنب التاني من المصباح بس أنه يكون على توالي يوصل على التوالي التوالي إنهم إيش؟ جنب بعض هيك معنا كلمة توالي متو تاليات تمام لهون؟ طيب ننتقل للإشي التاني دح الأسئلة هلأ على التيار أنا وإياكم هلأ طبعا أنا حكيت لك أنه التيار بساوي الشحنة على الزمن الشحنة لازم تكون بالكلوم والزمن شو لازم يكون بالثانية هيك عم بدي أشتغل هلأ من ساعة لدقيقة بدرب بستين من دقيقة للثانية بدرب بستين هاي تعرف وهبس أنا نتأكد عليها من ثانية لدقيقة بقصة مع ستين من دقيقة للساعة بقصة مع ستين حسب مرات بطلب بالساعة مارت بحكي لك أوجد لي مقدار الزمن بالساعات مثلا حسب شو طالب بالسؤال نعطي هذا السؤال الأول إذا كان تيار المار في موصل بساوي 2 بالعشر أمبير احسد مقدار الشحنة الكهربائية لتعبر مقطع موصل خلال دقيقتين طالب الشحنة الكهربائية الشحنة الكهربائية بدي تكون ايش حساب الكولام دقيقتين الزمن يعني اثنين دقيقة ما بصير بدي احول هلا شو لثانية من دقيقة لثانية بضرب بشو بثلاثين هلأ بضرب بستين هلأ من دقيقة هاي شوف من دقيقة دك تروح هيك لثانية بضرب بستين بتطفي عندك مية وعشرين ثانية ماجي بكتب التيار بساوي الشحنة على الزمن الشحنة عندك اياها مجهولة التيار اثنين بالعشرة زمن مية وعشرين الشحنة بتساوي اثنين بالعشرة ضرب مية وعشرين الفاصلة مع السفر راحات اثنين باثناش اربعة وعشرين كولوم تمام لهون طيب نيجي هون مقدار الشحنة الكهربائية اذا علمت ان تيار مقدار وثلاثين امبير يمر خلال مقاومة خلال زمان مقدار وثلاث دقيقة هلأ المقاومة يعني رح نحكي عنها احنا شو يعني بس هي بتكون زي قطعة مثلا بتكون داية الكهربائية ممكن تكون داخل جهاز المصباح اي جهاز في البيت عندك بيحتوي على شو على مقاومة هلأ بس ما اعطاني شو مثلا نوع الجهاز بس حكال انه في مقاومة طالب مني الشحنة مجهولة اذا علمت انه التيار مقدار وثلاثين امبير وقال لي الزمن مقداره ثلاثة دقيقة ثلاثة دقيقة لا بدي احولها ثلاثة بستين حكينا مية وتمانين ثاني باجي باشتغل التيار بساوي الشحنة على الزمن عندك التيار معطنية تلاتين امبير الشحنة مجهولة الزمن اللي هو مية وتمانين شين بتساوي تلاتين ضرب مية وتمانين سفرين تلاتة ضرب تمنتاش اللي هي كولون طيب خلص اضربها انت نجد نحتقل للاشي التاني جد مقدار تيار الكهربائي من خلال الرسم البياني ايوة بدي احكي لكم شغلة دي ما بديش في رسم البياني حسا انا بعرف انه التيار بساوي شحنة على شو على زمن هلا انا لما يكون عندي رسم بياني طلعوا اذا كان عندي رسم بياني كانت الشحنة على الصدات كانت الشحنة على الصدات اللي هي بالكولون وكان الزمن بالثانية على السينات هلا علاقة رح تكون ايش خطية طردية يعني الشحنة زادت الزمن بيزيد هلا فيه شغلة التيار بساوي بهاي الحالة الميل اللي هو دلتا صال على دلتا سين يعني دلتا الشحنة على دلتا زين هيك بقدر اوجد مثلا التيار من الرسم البياني طب نيجي لهون بحكي لي اوجد انت مقدار تيار الكهربائي من خلال الرسم البياني انا بعرف انه التيار بساوي الميل هين انحلها هون بساوي الميل الميل بساوي دلتا صاد على دلتا سين يعني صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد بدي اخد التمانية ناخد والاثنين مثلا التمانية مي مقابلها اللي هي الخمسة بالعشرة والاثنين مقابلها اثنين بالعشرة هلأ 8 ناقص 2 على 5 بالعشرة 2 هاي 2 شباب مش 20 2 طيب نوضحها هون أحسن 8 ناقص 2 على 5 بالعشرة ناقص 2 بالعشرة 8 على 2 8 ناقص 2 6 5 بالعشرة ناقص 2 بالعشرة 3 بالعشرة وتساوي أمبر تمام؟ 6 على 3 بالعشرة أمبر هتلعت مقدار شو طيار الكهربائي طيب بدي أنتقل هلأ طيب بدي أنتقل للإشي اللي بيحكي انه الفرق بين القوة الدافعة الكهربائي وفرق اللي شون هلأ بدي أرسم رسمة قم أبلش فيهم التنتين أنا عندي بطارية عندي طرف موجب وطرف سالب أكيد للبطارية وفي عندي مصباح بس دي أرسم إشي بسيط لكم بس مشان أوضحها هلأ أنا في عندي جهد منطقة جهد عالي اللي هي بتكون عندوين يعني نقاط مثلا منطقة الجهد المرتفع بتكون قريبة من طرف الموجب منطقة الجهد المنخفض بتكون قريبة من شو من السالب هلأ لو حكيت لك الإلكترونات إحنا طبعا اعتمدنا أي تيار اصطلاحي إيش بحكي تيار اصطلاحي إنو انتقال الشحنات من طرف الموجب للطرف شو السالب انتقال الشحنات الموجب طبعا هلأ أنا عندي ذلك ليش طب انتقلت لأنه في عندي اختلاف فرق الجهد زي مثلا لما انت زي لما مثلا الماء تنزل من مكان مرتفع لمكان منخفض بسهولة يعني إنو في عندك اختلاف بالارتفاع وهون أنا عندي اختلاف بيش بفرق الجهد هون مثلا جهد عالي شوف هون الجهد منخفض الشحنات انتقلت ضوى المصباح وقفت هون مثلا هلأ ما ضوى المصباح وقفت برجع بالطفيلة لازم يشمل الدرس شمالها تكون ايش كاملة يعني عم بتعمل دورة كاملة لفة كاملة هلأ الشحنات لهون مرت من هون الشحنات الموجب ضوى الضو ورجعت وقفت خلاص تفض الضو بس أنا في عندي شغلة هلأ كيف بتنتقل الشحنات من الطرف السالب لطرف الموجب هلأ انتقلت من الطرف السالب لطرف الموجب اشي اسمه زي ما مسميه زي المتور كيف لو انت تطلع مثلا المي من من منطقة مثلا ما تطلع مي من البير للخزان شو بدك؟ بدك ماتور عشان يطلع هنا منطقة جهد منخفضة أو منطقة خافضة لمنطقة شمالها مرتفعة هلأ أنا منطقة طلعت منها السالب للموجب هاي اسمها قوة دافعة كهربائية اذا بدي احكي لك شغلة اول خطوة الشحنات انتقلت من الموجب للسالب بسهولة عشان في اختلاف بفرق الجهد عادي وصلت طب كيف تنتقل من جهد منخفض لمرتفع في عندي اشي اسمه قوة دافعة كهربائية طبعا هذا كلها شغل مين البطارية نفسها خلت الشحنات تنتقل من الطرف السالب لطرف الموجب ما بدي ادخل في هذا الموضوع كتير بس بدنا نحكي يعني الاشياء البسيطة اللي بنحكي عنه هلا انا بدي احكي لك شغلة قاف دال كاف قوة دافعة كهربائية بتنقل الشحنات من الطرف السالب لطرف الموجب اي من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى داخل مين البطارية هاي هي قوة دافعة الكهربائية اما بدي انتقل انا وياكم لفرق الجهد انتقال الشحنات اللي هي فرق الجهد اللي هي دالتاجيم هون قاف دال كاف اللي هي قوة دافعة الكهربائية هون دال تجيم اللي هي فرق الجهود إنه انتقال الشحنات من طرف الموجب لوين للسالب انتقال الشحنات منطقة الجهود المرتفع إلى منطقة الجهود المنخفض أي إنه الشحنات بتنتقل من طرف الموجب للطرف السالب بس شمالها خارج البطارية إذن فرق الجهود انتقال الشحنات من طرف الموجب للسالب خارج البطارية ومن السالب للموجب داخل البطارية هاي قوة دافعة كهربائية طيب نعيد على السريع من هون هاي زي ما حكيت لك إذن هي قوة دافعة الكهربائية من السالب للموجة قاف دال كاف إذن هي قوة دافعة الكهربائية إيش هي؟ نجي نعرفها أيوة مقدار الشغل اللي بدلته البطارية لنقل وحدة الشحنات الكهربائية بين طرفي البطارية أنا عندي البطارية شو عملت بدلت شغل على الشحنات شان تنقلها لين؟ للطرف الثاني طيب إذن قوة دافعة الكهربائية إنت عم تحكي لشغل لكل شحنة يعني لكل مقدار من الشحن إذن شغل على شحنة قوة دافعة الكهربائية الشغل رمزه هيك والشحنة هيك رمزها حكينا هيها الشغل وحدته جول لكل كلام شو منسميها فولت طبعا ما إنت عم تحكي عن بطارية فإذن تقاس بالفولت وفرق الجهود كمان فرق الجهود يقاس بشو بالفولت طيب بدي أروح أنا وإياكم هون الفولت نعرفه قوة دافعة الكهربائية صح؟ يعني هو عبارة عن قوة دافعة الكهربائية البطارية تبدل شغل مقداره كم؟ جول واحد على شحنة مقدارها واحد كولوم لنقلها بين الطرفي البطارية إذن القوة الدافعة الكهربائية بطارية بدلت شغل مقداره واحد جول يعني بدلت شغل مقداره واحد جول لواحد كولوم إذن لما بده أبلش في الفولت ببلش في القوة الدافعة الكهربائية إن هي نقلت واحد جولة واحد كولام بين طرفي البطارية هذا هو القوة الدافعة الكهربائية فرق الجهود يعني إن شخص الجيم الجهود التائية ناقص الجهود الأول يعني جهود الموجب مثلا جهود الموجب ناقص جهود السلب هذا ما يبدأ خوط فيها Southwest Federal أنتقال الشحنات منطقة الجهود المرتفع إلى منطقة الجهود المنخفض يعني أنتقال الشحنات من الطرف الموجب إلى الطرف السلب خارج البطارية انت مع الفرق الجهود مع القوة الدافعة الكهربائية يتقوّن عندك ايش؟ دورة كاملة或者 لوك كامل اذا هي هيك اتجاهها من الموجة بيروح بنزلوين للسه أنا هذا جهاز الأميتر بيقص مقدار الطيار الكهربائي في لديهم ملاحظات يسر الطيار في المصباح سبب وجود فرق جهد كهربائي هلأ في عندك فرق جهد كهربائي ها ننشتغل يكون يا بين طرفين البطارية يان بين طرفين المصباح ليش؟ رقم 1 يمكن يكون بين طرفي البطارية تمام او اثنين بين طرفي المصباح هون جهد مرتفع و هون جهد منخفض طب كيف بين طرفي المصباح كمان هاي كمان منطقة جهد مرتفع لنا قريب من الطرف الموجب هاي منطقة جهد منخفض لنا قريب من السالب يعني فيه فرق بالجهد بين البطارية وبين المصباح عشان يكصار فيه عندي انتقال للشحنات أو للتيار يقاس فرق الجهد باستخدام جهاز الفولت ميتر طيب جهاز الفولت ميتر كيف بدي اوصله هلأ انا عندي هما بتوصل هلأ التيار بتوصل على التوالي الاميتر الفولت ميتر هيك رمزه طبعا في حوالي دائرة بتوصل طيلا كيف يا عندي البطارية بوصله او اذا كان عندي مصباح واحد بوصله هون بهذا الشكل طب ليش يعني الفوق بعض هلأ هدول اسمهم على التوازي اذا يوصل الجهاز على التوازي ايش يعني على التوازي يعني هيك ان تحكيك بالبعض هادا بوازي هاي المنطقة او هاي بتوازي هاي المنطقة لو وصلتوا على توالي ما رح ينفع التوالي من التيار الكهربائي اذا تقدر توصله هون او هون هيعطيك نفس القراءة طيب بحكي لسؤال رلت بالنقاط من الاعلى جهد الاقل جهد قلتلك كل ما كانت النقطة قريب من الموجة بتكون اعلى جهد بمشي من عند الموجة بمين اول نقطة اللي هي با جهد با اعلى بمشي هيك من جهد مين جيم وجهد جيم اعلى من جهد مين كل ما كنت قريب من الطرف الموجة بتكون جهد منطقة الجهد اعلى تمام لهون يعطيكم العافية اليوم بدي اكمل هلا انا حكيت اللي بتبع على الكتاب بيلاقي انه مش المقاوم الكهربائي اول بيلاقي قانون اوام بعدين المقاوم الكهربائي لان ابدأ اعملهم ايش بدي اعكسهم بس اشان افهم شو كان المقاوم الكهربائي المقاوم الكهربائي شو بتحكيلك بتحكيلي اذا انا عندي سلك معين الدرات طبعا السلك كلياته بتكون عبارة عن دره دره يعني درات هيك جنب بعض دره دره اوله دره ثاني دره ثالثة الى اخره طيب بحكيلي هاي الدرات اصلا يعني مش ثابتة في حالة شمالها اهتزاز يعني انه بتكون تحتاز او عم تتحرك بشكل هيك يعني طالع نازل طالع نازل مثلا تخيلها انت هيك هلا لما انا اعرضها اوصل هاد السلك ببطارية بصير في عند انتقال لمن الالكترونات هالالكترونات وونه عم تمشي طب التي طالع نازلة طالع نازلة gt lam لعم تحتاز طب اذا استخداد الاحتكاك او مين السلك نفسه طب هاي اعاقة او مش اعاقة لو مفي مثلا مقاومة لو درات ثابته سالسة سلسة ما في عندي درات عم تطلع وعم تنزل هاي والالكترونات عم بدمور F بصير في عند اهتكاك بينه وبين الاحتكاكاك عشانك بصيرüman اعاقة لميين لحركة الإلكترونات أو لحركة التيار إذن هي إعاقة لحركة الشحنات الحرة داخل الموصل بسبب وجود الذرات والشحنات إذن أنا في عندي يمكن يكون المقاومة إن الإلكترونات تصادمت مع بعضها أو يمكن تكون تصادم الإلكترونات مع ذرات الموصل هاي هي الإعاقة بشكل عام أو المقاومة الكهربائية طب شو اللي بيأثر على المقاومة الكهربائية بلش أنا وياكم عندك أربع شغلات طول السلك مساحة المقطع نوع المادة ودرجة الحرارة بدي أذكرها وهلا بحكي لكم كيف أبلش أنا وياكم في طول السلك طول السلك بدي أرمز له بالرمز لام علاقة أرضي كيف هلأ كل ما زاد طول السلك كل ما زاد طول السلك عندك المقاومة بتزيد دلالة إنه أنا في عندي ذرات أكتر يعني في إلكترونات تصادم مع الذرات الموصل أكتر يعني في عندي أنا إيش مقاومة أكتر إذن كل ما كان طول السلك كبير المقاومة شو بدها تكون كبيرة تمام؟ يعني أنا عندي هون طول السلك لام جيبت طول السلك تاني نص لام مثلا نصة إذا أنا عندي المقاومة بدها تتقل طيب المقاومة بدها تتقل إذا عندي طول السلك أقل يعني صار مثلا قللت شو بده يصير في المقاومة بتتقل أكيد كل ما كان طول السلك قصير بدي يكون ذرات أقل فما رح تتصادم كتير مع الإلكترونات يعني إلكترونات ما رح تتصادم مع ذرات الموصل هذا هو طول السلك هلا مساحة مقطع السلك أيوة كيف يعني ألف منسميها إذا مسحت المقطع ألف عكسية بمعنى آخر قطر السلك هلا أنا عندي هاي قطر السلك هاي المنطقة شايفين؟ هاي المنطقة هاي قطر أفرض أنه دائري السلك ما هو هلا هاي القطر كل مكان القطر أكبر كبير كل مكان إيش عندي المقاومة أقل يعني مثلا لو أنا رسمتلك هاي الرسمة عندي أنا هاي المنطقة هلا هاي القطر بتاعها كبير وس هاي القطر شو ما له صغير هلا كل مكانت المساحة المساحة المقطع كبيرة كل مكانت المقاومة أقل يعني ما بصير في تصادمات زي مثلا الشارع الكبير تمام؟ والشارع الصغير وين بتكون تصادماتك أكتر انت بالشارع الصغير الشارع الكبير شوي يعني بيكون أوسع طيب إذا بدي أحكي شغلة مساحة مقطع السلك ألف عكسية إذا كانت ألف كبيرة مساحة المقطع كبيرة يعني قطر السلك كبير تكون المقاومة لو أنت جيبت جهاز هلأ بنحكي عنه بقيس المقاومة جيبت جهاز قصة المقاومة هون رح تكون أقل طب روح جيب كمان سلك صغير زغر مساحة المقطع زغر قطره مثلا ترجع قصة المقاومة بتلاقيها شمالها زادت لأنه علاقة عكسية إذا ألف كبيرة المقاومة قلت إذا ألف قليل المقاومة شو بصير فيها كبيرة نوع مادة السلك هايك من هذا الإشي طلع كيف رمزها رو أنا بحكي لها رو هايك الرمز تعمل دائرة وهيك رو هلأ مثال هلأ منطقيا لما تكون أنا عندي مواد موصلة ومواد عازلة هلأ المواد الموصلة مقاومتها أقل عشيك مر التيار يعني بسلاسة مثلا المواد العازلة زي الخشب مقاومتها كبيرة فبتلاقي إنه صعب إنه يمر التيار فيها إذا مقاومتها كبيرة هون مرات بتوصل يعني أنت كانت توصل للمالة نهاية إيش كتير كبير إذا أنا عندي مواد الموصلة نحاس مقاومة قليلة طبعا مقاومة المواد الموصلة كتير صغيرة مواد العازلة مقاومتها شمالها كتير كبيرة تمام هاي هي نوع مادة السلك أو نوع المادة من دون مثلا السلك بشكل عام أوكي نيجي لدرجة الحرارة وتأثيرها على الموصل بس قبل ما أحكيكم عن درجة الحرارة بدي أحكي لك هيك ملاحظة مشان إذا ذكرتها ما تحكي ما تسأل شو هي الملاحظة بتحكي تقاس تقاس المقاومة الكهربائية بجهاز اسمه الأوم ميتر طب نحكي عن درجة الحرارة وتأثيرها على الموصل طيب أنا حكيت لك من أول الدرس إن أنا في عندي سلك فيه درات جنب بعض هلا بحكي لك لو أنت ما عرضت السلك هذي درجة الحرارة وقسط المقاومة تبعته عن طريق جهاز الأوم ميتر رح تكون مثلا قيمتها خمسة مثلا جيت أنت عرضت السلك لدرجة حرارة ورحت قسط المقاومة عن طريق جهاز الأوم ميتر رح تلاحظ أن المقاومة زادت أو مؤشر الجهاز الأوم ميتر زاد ليش ميس؟ هلا لما تزيد درجة الحرارة أنت مش أنت حكيت لك أول إشي الدرات بتكون أصلا عم تتحرك مش في حالة سكون طيب لما أنت زيد درجة الحرارة صار في عندك درات عم تتحرك شمالها أسرع يعني وأكتر يعني طالعة نازلة طالعة نازلة افرض أنها اهتزازات مثلا طالعة نازلة طالعة فالاللكترون لما بدي يجي يمر بصير في عنده احتكاك شماله كتير كبير معمين مع ذرات الموصل عشانك بصير عندي المقامش مالها بتزيد إذن كمان مرة إذ درجة الحرارة زادت بصير في عنده اهتزاز ذرات أكتر يعني الإلكترون لما بدي يجي يمر رح يتصادم أكتر معمين مع ذرات الموصل إذن درجة الحرارة لما تزيد المقامش وبصير فيها بتزيد درجة الحرارة لما تقل المقامش وبصير فيها بتقل إذن هي علاقة طردية طيب ننتقل للإشي التعني قانون ohm أخبرت أن أعكست أخبرت بكتاب قانون ohm وبعدين المقاومة الكهربائية قانون ohm يبدأ أخبر عنه المتر لكن من مراجعه مع قصة مقدار ٢ الكهربائي في الدارة المتر بقصة جهة الكهربائية المتر بقصة مقاومة الكهربائية نص قانون ohm التيار الكهربائي المار في موصل في لزي يتناسب طردياً مع فرق الجهد بين طرفيه مع ثبات درجة حالة الموصل طيب هل أنا بحكي لي إنه أنا إذا الجهد زاد التيار شو بزيد هيا علاقة طردية طيب لما حكا لي مع ثبات درجة حالة الموصل عرفت ليش كحكيناها مرة الماضية مشان تعرف شو يعني ثبوت درجة حالة الموصل يعني المقاومة ثابتة لم تتغير إذا أنا حكيت لك إذا زاد درجة الحرارة رح تسايدين المقاومة إذا قلت درجة الحرارة رح تقلي المقاومة أنا هون ثبت درجة حرارة الموصل بس ثابت درجة حالة الموصل بس ثابت درجة الحارة وتيار بس إلهanan إذاً المقاومة ثابتة لم تتغير هل هذا الخصوم مع علاقة طريقه كيف تستنتج القنون، شوف على ما يحكي لي بحكي لي هون إنه النسبة بين فرق الجهد الكهربائي والتيار تساوي مقدار ثابت كلمة نسبة قسمة بين فرق الجهد الكهربائي والتيار بتساوي مقدار ثابت شباب طيب الجهد رمز جيم والتيار عندك هون رمز تا شو المقدار الثابت اللي أنا حكيت عنه اللي هي المقاوم ما تغير ما تغيرت لو أنا ضربت ضرب تبادلي الجهد بالأخير بساوي تا ضرب المقاومة جيم اللي هي الجهد الكهربائي تنقاس بالفولت تا طيال الكهربائي تنقاس بالأمبير وميم اللي هي المقاومة الكهربائية تنقاس بالأمبير يمكن أكتب بإختصار إلها إيه أسفع الفولت في الأميتر أمبير أمبير الميل بيعطيك هون المقاومة بحكي لي ناخد هذا السؤال اذا انا عندي المقاومة هي دلتا صاد عدلتا سين يعني دلتا جيم عدلتا تا طيب سؤال وصلت مقاومة مقدارها ستة اوم وصلت مقاومة مقدارها ستة اوم هي ميم تساوي ستة اوم في دارة كرباية فكان فرق الجهد بين طرفي الجهد بساوي ثلاثة فولت بحكي لي التيار بساطة نصف أمبير مقدار المقاومة الحصول على laso يساوي ثلاثة اضعاف Tech terms سأخبرني مقدار المقاومة لا أغير الجهد كم قيمته؟ ثلاثة فولت وحكى لي بس أنه أريد المقاومة مجهولة حكى لي أنه التيار صار ثلاث أضعاف يعني مثل التيار الجديد هاي أكتب جديد بساوي ثلاث أضعاف التيار القديم اللي انت طلعته التيار الجديد ثلاثة ضرب التيار القديم اللي هو نص ثلاثة على اثنين باش بكتب القانون الجهد بساوي تا ضرب ميم الجهد عندك هي ثلاث التيار ثلاثة على اثنين ضرب ميم بضرب بالمقلوب ضرب اثنين على ثلاث ضرب اثنين على ثلاث ثلاث مع ثلاث راح تروح وهي أصلا الريدي راحت إذا المقاومة عندك هيها اثنين اوه تمام لهون هلا أول مرة كانت المقاومة ستة فكان التيار شماله نص أمبير هلا أنا ضعفت التيار أكيد المقاومة راح تكون شمالها أقل يعني أقل بثلاث مرات من المرة الأولى وهيك يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر